ويبنى معرض يعني أول مرة قولها يعني بالتلفزيون تمام وين كاميرا أول معرض ها أول مرة إي الكويت هذا المعرض ها أول مرة إي المعرض في الكويت معرض اسمه فلنحافظ على كوكبنا تمام حلو يعني أو كوكبنا بحاجة إلينا شون يترمى يوري بلانت نيتز يو تمام عبارة عن 15 جهاز كبار فيها شاشات وفيها معرضات تفاعلية بالإيد نعم يمر الزائر في جولة اليوم إحنا كعالم ككرة أرضية تعاني من أخطار بيئية نعم كثيرة يعني كثيرة حتى في الطعام والشراب ووسائل التنقل يمر في ياخذ كرت مغناطيسي مغناطيسي كارد ويروح يتفاعل مع كل مرحلة من المراحل انتراكتب في تفاعلي يعني ويحط في كل مرحلة في حياته كيف تتخيل الآم 2050 آم أفضل من اليوم 2050 حالا يعني نحن نتكلم عن أقوب أربعة وثلاثين سنة نعم فهني يشغل مخة الطفل والتبير تراها نفس الشيء صحيح هو المعرض حق ثمان سنين فما فوق فما فوق ومعنات أن أقل من ثمان سنين ما يستمتع أي لكن يستمتع إذا كان مع مدرسته توني أقول لك أي ما مرافق يكون ما كان معه ولي أمر وهني يعني أناشد المدارس أي خاصة المدارس الحكومية تفضل يا مدرسين يا مدرسات ما عندنا مشاكل مع المدارس الخاصة تمام يا مدرسين يا مدرسات دخلوا مع طلبتكم طلبتكم داخل قاسك شافوا كل المرافق لا دخلوا طلبتكم مع مع الموظفات التنظيف في المدرسة أي وأنتم تروحون في القفت في الستاربوكس ولا تقوم برا يعني هذه ما نشوفها بالمدارس الخاصة أي معلش يعني كل واحد خلنا انتقد ذاتنا عشان زحي علمون تطور فالحقيقة معرض جميل جدا راح يتم افتتاحها في عشرين في مارس في مارس شكتر يعني باجي 12 يوم بس 12 يوم 12 يوم إن شاء الله يعني احنا راصلنا وكلمنا معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب شخص سلمان الحمود إن شاء الله هو اللي راح يكون برعايته وحضوره إن شاء الله بإذن الله